ربما كل أنظار المصرفيين والاقتصاديين توجهت أنظارهم مبارح للقاء المهم جدا اللي عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع حسن عبدالله القائم بأعمال محافظة البنك المركزي لأن هذا اللقاء ربما كان بكورة اللقاءات ما بين رئيس الحكومة وما بين القائم بأعمال البنك المركزي والتي تم فيه استعراض المؤشرات الخاصة بالسياسة النقرية الإجراءات المقترحة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية ده غير أيضا النتائج الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي والخاصة مثلا بإلغاء الحدود القصوى لعملات الإداع للأفراد والشركات بفروع البنوك على أي حال خلينا نتعرف بشكل أكثر على ملامح السياسة النقرية المصرية خلال الفترة القادمة مشارفنا النهاردة في سوديو صباح الخير مصر الدكتور أحمد سعيد أستاذ الاقتصاد للحديث عن هذا الأمر صباح الخير دكتور صباح النور على حضرتك وأستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك بالبداية عايزين نعرف أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقرية المصرية للعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة بالبنك المركزي بسم الله الرحمن الرحيم وبس في الحقيقة فيه خلط كبير حاصل في الشرع المصري ما بين السياسات النقرية والسياسات المالية والوضع الاقتصادي المصري فللأسف يعني الناس بتحمل البنك المركزي أكبر من دوره أو أكبر من مسؤوليته أو أكبر من يعني اللي القانون بيمنحهوله يعني كل مؤسسة في الدولة فيه قانون بينظم عملها وبيقول إيه مسؤولياتها وإيه واجباتها وإيه حقوقها البنك المركزي ما هواش الجهة في الدولة المسؤولة أنها تغير وضع الاقتصاد المصري يعني إذا كان فيه حد في خياله مثلا أننا تغيير مسؤول شخص واحد يضير هياخد شوية قرارات فإحنا بكرة الصبح يبقى حالنا أحسن فهذه الفكرة خاطئة تماماً طيب وما يعرف بالسياسات النقرية ببساطة عشان يمكن الناس زي ما حضرتك بتقول مختلط عليها الأمر دور البنك المركزي دور البنك المركزي تنظيم عمل البنوك وتنظيم عمل أو تنظيم سعر الصرف ما بين العملة المصرية والعملات الأجنبية ولكن هذا التنظيم مش مرتبط بالقوة الشرائية للجنيه مثلا يعني هو مش البنك المركزي اللي في إيده أن ياخد قرار بكرة الصبح فيبقى الجنيه ده بيساوي مثلاً أو يبقى الدولار بيساوي خمسة جنيه أو يبقى بيساوي جنيه أو تلاتة جنيه دي مسألة مرتبطة بالعملية الانتاجية يعني إيه المشكلة اللي عندنا ده سؤال نبدأ بيه يبقى بسيط للناس ليه النهاردة الدولار بيساوي 19 جنيه والله ده خلل في ميزان المدفوعة يعني إيه؟ يعني أنا عندي 19 طلب على الدولار قدام طلب واحد على الجنيه يعني إيه؟ أنا النهاردة بصدر حاجات للعالم وبستورد حاجات من العالم فأنا النهاردة عندي خلل ما بين الحاجات اللي أنا بصدرها والحاجات اللي أنا بستوردها معنى أن أنا عندي الدولار بيساوي 19 جنيه معناها أن أنا عندي طلب على الاستراد أكبر بكتير من الطلب على الصادرات المصرية قدام كل شيء أنا بصدره في قدامي مثلاً عشر أشياء أخرى أنا عايزة استوردها ودي المشكلة الأساسية والخلل الموجود في ميزان المدفوعات المصري بقالوا أكتر من 25 سنة يعني إحنا على مدى 25 سنة عانينا من الإغراق اللي حصل للصناعة والزراعة المصرية بسبب المنتجات اللي كانت تستورد في فوضى منتجات مجهولة المصدر وراضية الجودة كل ده أدى للقضاء بشكل كبير على الصناعة المصرية سيان كانت صناعة حكومية أو حتى صناعة في القطاع الخاص ودي المشكلة الأساسية يبقى إحنا مشكلتنا الأساسية مشكلة إنتاج مشكلة إن أنا كان عندي ضعف في الإنتاج فالمنتج المحلي مش بيكفي استهلاك الميت مليون مصري فكنا منضطر إن إحنا نستورد منتجات من الخارج عشان نسد حاجة المستهلك المصري نتيجة هذه العملية الاسترادية بدأنا يبقى عندنا خلل مستمر في ميزان المدفوعات كل سنة أنت عندك طلبات متنمية على الاستراد قدام أن أنت استدراد بتاعتك ما كانش بيحصل فيها زيادة طب الوضع ده استمر لغاية إمتى الوضع ده استمر لغاية سنة 2015 لغاية لما في خمط الرئيس تولى حكم مصر وبدأنا نحط خطة قومية اسمها مصر خطة التنمية المستدامة 20-30 كان عندنا هدف أساسي في الخطة دي هي إيات حلول طويلة المدى يعني تنمية مستدامة مش حلول مؤقتة ومش إن أنا بس دلوقتي عايزة حل مشكلة سعر الصرف لأن المسألة كلها مرتبطة ببعض يعني أنا لو عندي سعر صرف النهاردة متحسن بس المواطن مش حسس بالتنمية دي بالنسبة لي مش هتوفر لحلول فكانت الحلول بالنسبة لنا موجهة إزاي نزل للعقبات اللي بتواجه الإنتاج يعني إزاي أنا ساعد المواطن المصري إنه بدل ما يفكر يشتغل في التجارة والسياحة يفكر يشتغل في الصناعة والزراعة دي إعادة هيكلة للاقتصاد المصري الاقتصاد المصري على مدى آخر 30 سنة كان بيعتمد على مصدرين أساسيين من الدخل هم التجارة والسياحة ولكن إحنا بدأنا نتحول إلى الصناعة والزراعة ولكن كانت بتواجهنا عقبات كبيرة جدا جدا طب مش ممكن اللي بيتفرج علينا للوقات يقول يعني الحديث عن الصناعة حديث مبكر لأنه هو حيؤتي بثماره خلال خمس سنين أو دلس كنا هنبدأ النهاردة طيب ولكن إحنا بدأنا بالفعل من سنة 2015 في خطة قومية لتنمية الصناعة وكانت أساس الخطة دي مبادرة المئتين مليار جنيه اللي قدمها البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني إحنا مش بنحط إيدينا النهاردة في ملف الصناعة أو بنساعد الإنتاج ولكن مسألة الصناعة دي محتاجة عدة موارد كنا لازم نوفرها كلها أنا ما قدرش أجيب مصنع أحطه في الصحراء كنت لازم أعمل منطقة صناعية كنت لازم أتوسع لأن المناطق الصناعية اللي عندي كانت مقتزة كنت لازم أدخل على منطقة صحراوية جديدة واعمل لها تأهيل كنت لازم لما أدخل في المنطقة دي ما ينفعش تبقى دولة كان عندها مشكلة كهرباء وتكتزب مستثمرين كنت لازم أعمل محطات كهرباء ومحطات مية وأبدأ أفرهم الخامل اللي هم بيستهلكوا من الغاز ومن باية المنتجات فدي مسألة إعادة الهيكلة للطاقة الإنتاجية المصرية وكانت عندنا مشكلة أساسية أن كان فيه عزوف من المواطنين على العمل في الصناعية يعني برضو مسألة إعادة هيكلة الاقتصاد المصري تجاه مصادر إنتاجية جديدة كانت فيها مشكلة شعبوية الشعب نفسه ما كانش بيشوف أن الصانع أو العامل دي أفضل وظيفة تجوز لها بنتك أو دي أفضل وظيفة تتمنها لابنك فإحنا بقلنا سنوات وبطلب من حضرتك وبطلب من الإعلام طول الوقت تسليط الضوء على النماذج الإيجابية الشاب اللي بدأ من الصفر والشاب اللي بدأت من الصفر وقدرت أنها تعمل مشروع إنتاجي حقق لها داخل ويغير لها حياتها الله يبيحصل كتير ولازم نعمل ده ولازم نقدم النموذج ده للناس إذا كنت عندك هدف أن الإنتاج يبقى شعبوي في مصر يبقى لازم أولا تعرف الناس فرصة المكسفين وتوريهم نماذج حقيقية كذبة قبل كده فالمسألة مش مسألة قرار شخص ما هيتخذه النهاردة أو هيتخذه بكرة فهيكون لي نتيجة مباشرة أن سعر الصرف بتاع الجنيه قدام الدولار هيتغير مسألة مرتبطة دايما بنت عندك إنتاج قد إيه وبتزال العقبات قد إيه وخليني برضو أنا عايز أسف يعني المؤسطة حضرتك حضرتك كنت بتتكلم إمتى هنبدأ الصناعة النهاردة يبقى لها مردود بعد خمس سنين لا الكلام ده مش دقيق لسبب أنا النهاردة لما بدأت في خطة تنمية الإنتاج المصري أو تنمية الصناعة المصرية في 2015 كانت الصدرات المصرية 15 مليار دولار أمريكي النهاردة الصدرات المصرية 42 مليار دولار أمريكي يعني إحنا نجحنا في خلال سبع سنوات أن الصدرات المصرية تتضاعف وصلنا لثلاث أضعاف وعشان برضو يبقى واضح للسادة المشاهدين الزيادة دي مش بسبب زيادة سعر البترول والنفط الناس بتقول أصلا إحنا عشان سعر الغاز ذات فده ظاهر في حجم الصدرات المصرية لا الصدرات المصرية البترولية حوالي 10 مليار يعني إنت برضو عندك 32 مليار صدرات مصرية من الخضروات والفواكه والمنتجات المصرية اللي أنت نجحت أن أنت تأديها في الخمس سنين ولكن التحديات كبيرة يعني إحنا بنقول إحنا كنا بدئين بخلل في ميزان المدفوعات الخلل ده كان أن أنت بتستورد بـ 70 مليار كنت بتستورد بـ 70 مليار دولار وبتصدر بـ 15 مليار وبدأت كمان في النص قزمة كورونا ومبعدها الحرب روسية الأوكرانية إحنا خفضنا في فطورة الواردات يعني الـ 70 مليار اللي كنا بنستورد بيهم بقى ومـ 55 والصدرات اللي كانت 15 بقت 42 فإذا أنت النهاردة بتشتغل على الأرض الواقع نتيجة الشغل ده في تطور حاصل قدامي في المعدلات أما يكون النهاردة العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية نتيجتها أن العالم الغربي كله فيه انكماش اقتصادي لكن أنت كدولة مصر عندك معدل نمو 6.6% 6.6% معدل نمو دي معدلات تشغيل المشكلة الحقيقية اللي احنا بنكفحها وبنعالجها في مصر هي معدلات البطالة يعني البطالة كانت في مصر وصلت لـ 14% لو بتتكلم في 100 مليون فأنت عندك 14 مليون كانوا بيواجهوا أزمة بطالة حقيقية النهاردة معدل البطالة في مصر 6.5% هل ده معانا أن احنا حلنا كل المشكلة؟ لا بس خفضنا من 14% بطالة لـ 6.5% ولكن المشكلة موجودة من 6.5% دي يعني أنت لسه عندك 6.5 مليون بيعانهم البطالة طبعا صوتهم مسموع يعني مشكلتهم حقيقية ووقائية وموجودة والدولة مؤمنة ومؤمنا أن هي تلاقي لها حلوب أنا متفق معك جدا ولكن البناء يا فندي يا دكتور أنا متفق معك جدا فيما تقول في ملال الصناعة بالعكس أنا أكتر واحد في الدنيا أتمنى أن أشوف ميدين إيجيبت على كل السلع اللي بنصدرها لبر ولكن أنا أتمنى أشوف دخلها في جيب المصريين وأتمنى أشوف مردودها كمان على سلة العملات الأجنبية إن ده مهم جدا ولكن أنا لو حطلب من حضرتك خطة إنقاذ عجلة لقصة الدولار حنقول الصناعة رقم واحد حنقولي طيب لو اتفقنا معك وحنقولت صناعة رقم واحد اتنين ايه تلاتة ايه أربعة ايه في حاجات إحنا لازم نكون وقعيين وإحنا بنتكلم مع نفسنا ومع أهلنا ومع زميلنا دلوقتي من البداية إحنا عندنا تحديات يعني من البداية من 2015 ومن 2010 ومن 2005 إنت عندك تحديات كانت بتخلي الدولة ما تقومش بدورها يعني كان عندك عجز تمويلي واضح كان نتيجة وأن الدولة مش قادرة تقدم حلول للمواطنين مش قادرة تقدم اسكان ولا طرق ولا تعليم ولا صحة فكنا طول الوقت عمليين نأجل ونرجع في مشاكلنا ونقول في المستقبل لما يتوفر لها مصادر تمويل لكن احنا من ساعة ما بدأنا في فونا مصر مع فخامة الرئيس في 2014 و2015 كنا عارفين ان احنا عندنا مشكلة تمويل كنا عارفين ان محدش عايز ساعدنا كنا عارفين ان فيه منافسة دولية على اكتزاب الاستثمار الأجنبي فاحنا بدأنا واحنا عارفين مشاكلنا فين يعني في الحقيقة اللي مصر بتعمله النهاردة ده ما كانش ممكن يتعامل لو كنا عادنا فكرنا فيه ساعتها نجيب منين فلوس عشان نعمل 26 مدينة جديدة ما كناش هنقدر زي ما كنا برضو في خامة الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه لما كان عايز يبني السد العالي كانت بتوجهه مشكلة تمويل كان عايز يعمل المصانع الحربية كانت بتوجهه مشكلة تمويل لكن دايما المصريين بيثبتوا ان هم شعب أصيل ومكافح ودايما بيبنوا بلدهم بالطريقة دي فإذا احنا بدأنا في 15 وإحنا عارفين التحديات اللي عندنا والمشاكل اللي عندنا زادت علينا خطورة الموقف الخاص بكورونا أو الحرب الاقتصادية العالمية اللي بيحصل النهاردة ما هواش حرب روسية أو كوروانية ولكن هو حرب اقتصادية عالمية ما بين معسكرين معسكر فيه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واستراليا واليوكي ومعسكر تاني فيه الصين والهند وروسيا والاتنين في حرب اقتصادية طاحنة فما تقدرش حتى النهاردة تتكلم على سعر العملات باعتباره انه سعر منطقي لأدى فيه مضربات حصلة في السوق وفيه معلومات اقتصادية مغلوطة هدفها انهيار الاقتصاد العالمي فانت النهاردة جزء من هذه الحالة العالمية ما تقدرش تكون بمعزن عنها احنا بنحاول ان احنا نلاقي حلول لمشاكل غير تقليدية يعني خد بالك المشاكل اللي بتواجه لاقتصاد المصري والتحديات مهياش مشاكل تقليدية تقدر تستخراج لها حلول سابقة من الدولاب لا انت بتحاول انت بتكافح احنا مع بداية الحرب الروسية الاوكرانية بدأت تواجهنا مشاكل في توفير الدولار فبدأنا نحاول نجد لهذه المشاكل علاج وحلول فاذا انا تاني بأكد على فكرة ان ما فيش رشدة الانقاذ العجلة التي يضعها الخبير وضع عالمي طريق والكل يتعامل معه ومصر بدورها تتعامل معي الحلول هتكون من خلال الكفاح والصبر والعمل والبناء لان هي دي الحلول اللي تتناسب وتتوافق مع المنطق وارد ان انت وانت بتحاول تحل المشكلة تغلط يعني ما يدي برضو تاني نقطة احنا النهاردة بنتكلم في تحديات غير مسبوقة وفي رؤية ضبابية وان ما فيش حد بيعلن المعلومات الاقتصادية الحقيقية اللي عنده يعني الولايات المتحدة الامريكية ما بتعلنش عن حقيقة وضع الاقتصاد اللي عندها روسيا ما بتعلنش عن حقيقة وضع الاقتصاد اللي عندها ففي المشهد الضبابي ده وحضرتك بتاخد قرارات عشان تنقذ بيها هذا الموك على ذكر القرارات يا دفع تصدح وتخطئ علشان نوضح للناس ويمكن حقيقة بتقول انه مش عايزين نسيب الناس تفسر قرارات البنك المركزي على اهواءها او على ما تقرأها على السوشيال ميديا القرارات الاخيرة الخاصة بالسحب والاداع ولغاء الحدود القصوى للسحب من 50 وصلة إلى 150 الف لأفراد والشركات وايضا مسألة الحدود القصوى برضو للاداع للأفراد والشركات قراءة حضرتك لده ايه؟ ولفعا نبوضوح برضو وهي ايه كتن المشكلة اللي احنا بنكفحها واضطرنا نعمل لها حدود للسحب والاداع دلوقتي حضرتك احنا من 2014 برضو بنطالب بحل مشكلة الشمول المالي في مصر صحيح يعني ايه؟ انا عندي اقتصاد مصري حجمه باربع اضعاف الاقتصاد المصري المسجل في دفاتر الحكومة يعني اذا كنا احنا بنيجي نتكلم على ان الناتج القوم المصري مثلا ان النهاردة هو 2 تريليون في السنة فده غير حقيقي حضرتك او السيد المواطن يشوفك هو في معاملاته اليومية كان معاملة بفطورة وكان معاملة كده اقتصاد غير رسمي يعني الحبي اللي هو احنا بندفع الفلوس من غير ما ناخد ايصال او فطورة معاملاتنا اليومية 90% منها بيتم بدون فطورة فده كل اقتصاد غير رسمي من اول النقل اللي بنتنقل به لغاية المشتريات اللي احنا بنعملها كل ده غير مشجل في دفاتر الدولة من حيث ان منتج تم انتاجه او فلوس تم استثمارها او حتى سيولة موجودة فانا النهاردة لما باجي اتكلم مع الدول الاخرى ادعوهم للاستثمار او اتفاوض مع المنظمات الدولية بكلموا عن حجم الاقتصاد المشجل في دفاتري مقدرش اكلموا عن حجم الاقتصاد الغير رسمي اللي انا لسه مش قادر ارصده فانا طول الوقت اذا كنت بروج او بعمل ترويج استثماري لمصر طبيعي لما اجي اروج لمشروع اتكلم على امكانياته كلها على كل قدراته الاقتصادية احنا طول الوقت لسه بنتكلم على ربع الامكانيات الاقتصادية لمصر وده بيحطنا في مركز ضعف يعني انا لما اجي مع حضرتك نقض في مفاوضات على طرابيزة مفاوضات كده مع بعض عشان نعمل مشروع انا مش قادر اظهر لك راس مالي انا كل اللي متسجل في الدفاتر هو 25% فقط من راس مالي لكن الباقي ده اقتصاد غير رسمي فانت لما بتيجي تتفاوض معايا بتتفاوض معايا على ضوء المسجل بس ما تقدرش تتفاوض معايا على ضوء الاقتصاد الغير رسمي فده يضعف من امكانيات المالية ويضعف من ملأة المالية وبالتالي يضعف من مركزي في المفاوضات فاحنا على مدى هذه السنوات بندعو السادة المواطنين ان هم كل المعاملات بتاعتهم تكون معاملات مسجلة عشان احنا اولا نقدر نحاسب التاجر والصنع وناخد ضرائب منهم اللي هي المصدر الدخل القومي الاساسي لأي دولة على مستوى العالم اللي من خلالها انت هتمول التعليم او الصحة فانت عندك خطة تقول للناس لو سمحت اعملوا كل معاملاتك اليومية بشكل مسجل الخطة دي فيها خطوات ومراحل كانت مهم جدا في وقت كورونا ان احنا نبدأ نطبق عناصر في الخطة دي فنقول يا جماعة خلوا معاملاتكم من خلال التحويلات البنكية بدل من حضرتك طرق تسحب فلوسك من البنك عشان تشتري شقة لا حول الفلوس من حسابك في البنك لحساب الشخص اللي بيبيع لك الشقة على الاقل الدولة هنا هتعرف ان فيه بيع عقاري تم فتقدر الدولة تحصل منها رسوم البيع العقاري رسوم ضريبة البيع العقاري مثلا كل المعاملات بهذا الشكل فكان فيه هدف عندنا في الدولة ان احنا نحد من المعاملات اللي بتتم بالنقود الورقية ليه عشان يبقى عندنا وضع اقتصادي ظاهر لنا حجم السيولة اللي في السوق وحجم المبادلات التجارية وحجم النمو اللي بيحصل في السوق فكنا خطين حد اقصى للإداءة وحد اقصى للصحب الهدف هو تحريك المجتمع تجاه المعاملات البنكية الالكترونية تجاه التحويلات الالكترونية تجاه ان هم يبدأوا يعتمدوا على مكانات الصراف الآلي تجاه كافة المعاملات اللي بتعتمد على تكنولوجيا المعلومات اللي من خلالها هتوصلنا في النهاية الى شمول مالي نقدر نرسط حجم الحقيقي للاقتصاد المصري ونقدر ندعم الشركات ما هو انت طول الوقت عندك مشكلة في الدعم انت عايز توجه هذا الدعم لمستحقية انا كنت في الاول من حيث الافراد انا حاليا من حيث الشركات انا عايز اعرف الشركات الموجودة في السوق ومعدلات نموها ومين فعلا فيها محتاج للدعم الحقيقي انه فيه صناعات معينة وشركات معينة لازم الدولة هي للتعام بالتأكيد فمسألة الحدود اتحطت حدود السحب والاداء لتوجيه المواطن ولتوجيه الشركات لان المعاملات تكون من خلال البنك بشكل مباشر وان احنا نبعد شوية عن النقود الورقية والوضع ده تفاقن في وقت كورونا لان النقود الورقية كانت احد وسائل تفشي الوباء فكان واجب على الدولة انها تاخد اجراءات احترازية قوية جدا توجيه المواطن انه ما يتعاملش بالنقود ولكن تاني في مصر فيه مشكلة عندنا في فوضى المعلومات الاقتصادية يعني نصح الصبح يبقى فيه بوست موجود على السوشيال ميديا يحسس الناس ان فيه ازمة سيولة فبكرة تلاقي فيه مشكلة فالدولة النهاردة وهي بتخاف وده بيوجه السوق لتلاقي ناس لها لمشاكل اكتر صحيح الناس مثلا راح تشتري دهب وهو مش المفروض تشتري دهب دلوقتي بالزبط فده اللي خلت دولة النهاردة تخفف من هذه القيود بهدف طمأنة الناس على حالة السيولة في مصر احنا ما عندناش مشكلة سيولة ولكن احنا محتاجين ننظم فوق سوق تعود على الفوضى والعشوائية لمدة 30 و40 سنة فانت النهاردة وانت بتنظم هذا السوق برضو فيه ناس زعلانة لان فيه ناس بتشتغل في غسل الاموال وفيه مجرمين وفيه ناس تعودت ما تدفعش ضرائب فانت كل ما هتيجي تكافح هذه الجرائم وتوجه المجتمع لمزيد من التنظيم هيواجهك ناس مش عايزة ده والناس دي عندها سيولة وتربحت من الوضع السابق فهتلاقي حملات شرسة جدا ولكن انا تاني بأكد للسيد المشاهد من خلال حضرتك ان نجاح الدول الغربية ونجاح العالم المتحدر كان دايما مرتبط باحترامه للنظام يعني لو هم عندهم حاجة محددة ان طالما الدولة اتخذت خطة قومية وفيه تشريع صدر وفيه توجه صدر لازم نتعاون فيه يسمعوا هذا الكلام وكلنا يعني متفقين مع كل هذه الاهداف بالتأكيد الصناعة هي اهم مصدر من مصادر يعني ادخال عملة صعبة للبلاد تنويع سلة العملات كمان خدم خمسة وخمسين مليار دولار بنستورد بيهم لو دخلوا الجيب المصريين احنا مش محتاجين حاجة تانية يعني مش محتاجين بس نحن نوفر اللي احنا بنستورد صحيح عشان هذا الحديث عن توطين الصناعة اعتقد وكلمة سر في المرحلة القادمة صحيح شكرا لك يا فنم بطرح مات سعيد سوز الاقتصاد نورتنا يا فنم فسوز باستر شكرا لك يا داكتور